قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن العلاقات ما بين روسيا ومصر لها طبيعة استراتيجية خاصة وخلال كلمته أمام الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية بسان بيترسبورغ أضاف الرئيس الروسي أن موسك والقاهرة تجمعهما مشاريع مشتركة في المجالات كافة فإن العلاقات بين روسيا ومصر على امتداد العقود لها طبيعي استراتيجيا هذا أمر واقع فلا يهمنا ما تنص عليها الوثائق يهمنا الحقيقة والأمر الواقع الذي يقول إن العلاقات الروسية المصرية هي العلاقات الاستراتيجية في مجال الاقتصاد والسياسة لدينا المشاريع كبيرة مشتركة فأريد أن أعود إلى ما تطرق إليه زميلي بخصوص سياسة وبرامج الأغذية العجز في الأغذية والأسعار أريد أن أكرر السعوبات في الأسواق الطاقة والأغذية ظهرت ليس الأمس وليس على خلف تغازمة الأوكرانية بل ظهرت في أثناء مكافحة وبع كورونا